موسيقى السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في بطبخ وصفات لالة فاطمان وان شاء الله فوصفة جديدة قبل ما بدأوا الفيديو لكتو اول مرة تشوفوني لا تنسوش تصرفوا في القناة وكذلك في عروس جرس مش دائما توصلوا بالجديد نحن لكم مع المقادير طريقة تحضير بالنسبة للمقادير فقنا نحتاج جيل كيسان ديال العنباء من الحليب الدافئ ما يعدين 300 ميلي لتر كذلك قنا نحتاج ملعقة كبيرة ونصف من خميرة الخبز يمكنكم تستعملوا كذلك خميرة الحبيبات نحاول ان نحرك الخميرة مزيان حتى الدوب مع الحليب ومن بعد ما دابت الخميرة نضيف كأس غير ممترئ من السكر ما يعديل 90 جرام ملعقة صغيرة ملح ايضا نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتية بيضة واحدة كيس من البانيلا ما يعديل 7 جرام نحاول ان نقفق العناصر مزيان حتى اختفرنا البيض دابت مباشرة نضيف الدقيق او للفارينا نضيف سبعة دير الكؤوس ديال العنباء ما يعديل 700 ميلي لتر بالنسبة للناس اللي ما عندهوش الميزان فالكؤوس ديال العنباء مني تكونوك تعمرهم عمرهم غير بالملعقة بشكك يعطوكم 100 جرام نحاول ان نضيف الدقيق على دفوعات بشكك نتحكم في الخارج غير بالشوية فان بعد ما ضفت الكمية كابنا ديال التقيق نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة الزبدة الطارية بالنسبة للناس اللي ما عندهوش الميزان فالملعقة عمرهم مزيان نحاول انني نجمع الخالط بليد ديالي يعني حتى تختفرنا الزبدة بالنسبة للعجين فما كتحتش لدليك يعني بالاول يعني يجمعناها غير بالاصابع ودبا يعني كم قوام جمعه فيها حتى اختفى الزبدة وصافي يعني ما كانت الكوهاش كما كتشفوا معي فهذا هو القوام ديال العجينة يعني عجينة تكون كتلتسق باليد داروري ما تكون العجينة كتلتسق باليد حيث لا قصحتوا العجينة كتار من القياس يعني ما غيجيكم مش لبري وش قطني بالنسبة للعبار اللي اعطيتكم فهو يعني مضبوط تبعوا غير القياسات كيما قطلكم بالنسبة للناس اللي ما عندهوش الميزان الكؤوس ديال العنبه مني تكونوا كتعمروهم عمروهم غير بالملعقة باش هكما يعطوكم مش كمية كتيرة ويجيكم القياس هو هادك كما كتشفوا معي فان بعد مجمع العجينة مزيان حتى مبقاش كتبالي الزبدة تبعوا مباشرة نقصم العجينة على جوج بالنسبة للقسمة الاولى فاغنضيف لهنا ملعقة كبيرة من الكاكاو المرد ضروري هكما نتبغو السع من الكاكاو السع من الكاكاو السع من الكاكاو اللي يكون من النوع الجيد يعني ما يكونش ديال العبار لحقاش هادك ديال العبار يكون فيه واحد الماطاق يعني ما زوينش خايف نحاول انا نضيف واحد شوية ديال الحليب على الكاكاو ونجمعوهم مع عجين حتى يدخل لي كاكاو مزيان حتى؟ مزيان في العجين من الأفضل هاككا Language من يضيفوا الكاكاو وحاولوا انcym تعجنوا الكاكاو وو لوول مع الحليب AND قاد دخلوه في العجينة يعني من الافضلك ديلوه في واحد الجانب ومن بعد اضيفوا لي واحد شوية ديال الحليب ونجمعوهم مزيان توناول كاكاو و علد دخلوه في العجين كما ان Principal Comment 않았ما استمرت يضيفوا الحليب ديال كاكاو يوضح الأحليب نجمعوه مزيان حتى يضوب ذاك الكاكاو وبعد ندخلو فالعجينة فالهاتشكل باش نتفادئو التكتوليت ديال الكاكاو فالعجين مهم بالنسبة للكاكاو اللي استعملت انا فأنا استعملت الكاكاو اللي باللول البني انتو ما كيبقى لكم الاختيار لبغيتو تستعملوا الكاكاو باللول الاسود او للبني ماشي مشكي وهذا هو القوام ديال العجينة كيما كتشوفو معاي يعني كتكون كتلتصق باليد بحل القوام ديال العجينة الاولى يعني اضافو الحليب kitkao وقنضيفو غير شي شوية الحليب تشكا من يجرش معنا الخالب يعني غير حتى يضوب نهادك القاكاو وندخلو في العجين يعني العجينة كسبقا كتلتصق باليد مباشرة لنضيف واحد شوية تلطقيق على سطح العمل نحاول انني نجمع العجينة اللي يبل glut al abelyd كذلك لنضيف واحد شوية تلطقيق ونجمع العجينة اللي يبلبلпов ال الاسود بنضع العجين في واحد الاناء يعني العجينة اللي يبل?. الاسود كذلك العجينة اللي يبلو الابياض كما تشوفوا معي فالعجينة تجير طبقا فنغطيهم بواحد المين دير ونخليهم حتيه اختامروا بزيان واضطعف الحجم ديالهم بالنسبة للمدة فهم يضربوك تقريباً 41 دقيقة ولا 35 دقيقة ما الأفضل اغطيهم بشي حاجة اللي يكون قطنة باش يختامروا معاكم بسرعة وهذا هو شكل ديالهم بعد ما اختامروا اضطعف الحجم ديالهم دابا نحاول انني نخرج الهواء من العجين على هاتشكل فنشكل واحد الكوايرات اللي يكونو متوسطين يعني ميكونوش كبار بالزف بالنسبة لهذا العجينة فكتنطفخ بزف الفران يعني كيجي الحجم دياله كبير ما الأفضل ليلوا الكوايرات غير صغيرين نفس الشيء بالنسبة للعجينة اللي يبلو الاسود هيا نحاول انني نخرج منها لهواء ونشكل واحد الكوايرات اللي يكونو متوسطين ولا هاتشكل يعني يقدهم قد العجينة اللي يبلو الأبيض وهدا وشكل ليل العجينة بعد ما كوارتها كاملة فانا هنا يا حصلت على سبعتاشر كوايرة اللي يبلو الأبيض وثمنتاشر كوايرة اللي يبلو الأسود يعني هنا يا كم غير نعطيكم العدد باش حتى الناس اللي ما عندهم مش الميزان يديروا نفس القياس يعني بنسبة للعجينة فخصة تخرج لكم هذي كمية ديال الكوايرات هاد المرحلة غير نحتاج لهذا المول اللي غير ندخله في الفران فانا دهانتوا مزيان بالزبدة ورشيت عليه الضقيق نحن 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 نح تسمع الاجنيا من بعد ما اضعها شوية شوكولاد نحاول اني نضع الكويرا اللي باللون الابيض ملاصقة مع الكويرا لهاسود هنستمر لها الطريقة حتى نكمل الدائرة فبعد ما كملت الدائرة كاملة كم ارتبطتها معي هنا اضعت كويرا باللون الاسود مقابلها مع الكويرا اللي باللون الابيض نضيف كويرة فارغة ونضيف جهتها ونضيف كويرة ملسقة مع الكويرة اللي باللول الابيض دائما نضيف كويرة فارغة ونضيف قطعة في الكويرة اللي مراها نستمر بهذه الطريقة لكي لا تجينا العجينة مضيقة بزيف لحق هذا البريوش كي يزيد في الكيمية بزيف بعد ما تمت الدائرة نحاول انني نوضع الكويرة اللي تكون هكي الشكل بيضاوي كي على هاتشكل نوضاعها مقابل الكويرة اللي احدها يعني فاضل ما رحالك اللسق الكويرة سي على هاتشكل يعني كل واحدة كلصق معها كويرة ممكن نسمينها الطريقة تكون واضحا على هاتشكل باش اكي نضيف واحد الوردة في الواسط كنحاول اني ننشكله اس zach three girls بلول الابيض الذي ستكون باللول الاسود ونوضع الكويرا بيضاء في الوسط وهذا هو وشك اللي هي العجين فكتجي فيه ذاك الوريدة في الوسط اما بالنسبة لهذا الفراغات اللي كيبقوا فالعجين يعني غاد ضاعف ومغايبقوش هاد الفراغات كيبانو دا بغا نحاول انني اندهال ليد يالي بوحد شوية بيد الزيت النباتية ونوضعها على البريوش بالنسبة لهذا الخطوة يعني غير باش مينوضعه البلاستيك فوق العجين ونخلي وهي اختامر يعني ما يلسقناش البلاستيك في العجين كنديره غير شي شوية الزيت ما كنكثروش طبقا نحاول الان نغطي البريوش بوحد البلاستيك غذائي وكذلك نغطيه بوحد المينديل ونخليه حتيه اختامر مزيان ونضاعف الحجم دياله هذا هو شكل البريوش من بعد ما اختامر كما كتشوفو معي فالفراغات مبقوش كيبان وبتاتا يعني اختامر مزيان على هاد الشكل في هاد المرحلة غنحتاج للصفار بيضاء نضيف له قطارات من الحليب ونحاول الان ندهام به البريوش نحاول انه نظهر بريوش غير بشوية يعني من ضغطش عليه غير بشوية لحقش يعني كيكون مختامر طبقا ندخل بريوش الفران فانا غنطيبه غير في الفران العادية يعني الفران ديال الغاز غنشعله البوطة غير من التحت وغنقص له البوطة مزيان يعني تقريبا بحل كيكا غنخليها نص ساعة غنحلش عليه الفران بتاتا ندوز نص ساعة اذاك ساعات نحول عليه الفران غير بشوية نشوف عليه وللقيته ما زال ما طعب نسد عليه الفران وخليه حتيه طيب مزيان ويبلي بانه بدك يتحمر من التحت وعدك الساعاتي يبلي بانه باقي ما تحمر من الفوق نهبطو الجهات تحتانية وخليه حتيه ياخذ الوين الذهبي ونطلقوا ان شاء الله وهذا وشكل ديال بريوش من بعد ما خرجتهم الفران صراحة كيجي رائع كيجي منتافخ كما كتشوفوا معي فكيزيد الضعف الحجم ديالو في الفران كما اشتوفوا في الاول يعني القطع ديال العاجين كانوا صغير ورين وتبارك الله يعني يقول له كبارين واضعف لحجم ديالو طبعا نحاول انني نمرر واحد السكين في الجوانب ديال البريوش على هاتشكل باش نتأكدوا مياه في المياه بان البريوش ما لا ساقش من بعد ما كان مرر السكين في الجوانب كان حاول انني نهز المول على هاتشكل باش نتأكدوا مياه في المياه بان البريوش ما لا ساقش ومباشرة نقلبوه بالنسبة لقليفة كان قلبوه البريوش هو ما زال سخون يعني غير كان خرجه مفرع كان خليها كغير واحد دقيقة ومن بعد كان قلبوه كان خليوش البريوش ح يجب ان يبرد فهو عرق ملتح دبا فض مرحلة نحاول اني يدهنوا بوحد شوية دي النطاج يمكنكم الدهنوا بوحد شوية دي الكوفيتير او لا ما الدهنوش قاع فما شي مشكل كذلك لابغيتوا اقدر دروع لي وحد شوية دي اللوز او الكوك او الكوكاو فالتومك يبقى لكم الاختيار فان هنا يدهنتوا غير بالنطاج يعني ما غنضر له شي اضافة او حد اخرى لا شكل لحقاش عندي فيه شوكولات من الداخل ما بغيش نكتر بزيزة دي الاشياء دبا انا بريه لكم كيفاش يجي من داخل صراحة كيجي قطني وكيجي شيش من داخل كما كتشوفوا معي يعني الصورة واضحة وهي كتراح نفسها كذلك بالنسبة للعجينة اللي باللول الاسودة هي كتجيه شيشة ومقطنة على هالشكل صراحة هذا البريوش كيجي يعني خفيف المكلم كيجيش يعني تقيل كيجي خفيف وهشيش صراحة كنتم مننا تجربوا لحقاش فعلا كيستحق التجربة وكيجي رائع في الماضاق وكذلك شكاليالوها كيعني مزخرف كيجي تهوزوين كما قلت لكم في الاول يمكن لكم تحضروا البريوش غير باللول الابيض فماشي مشكل لنتم كيبقى لكم الاختيار كذلك لما بغيتوش تديروا له الشوكولات يعني كل واحد كيمشي على حسب المتوفر وكما العادة اللي جربتوه ما تنسوش تقولها لي في التعليق لحقاش فعلا كم افرح بزاك اني كتجربوا الوصفات وكتقولوها لي ودعموا مبقاني الى نودعكم ونعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك كذلك كيف تؤول ما راك تشوفوني ما تنسوش تتركوا بالقناة وفعلوا الجرس بشي ما نتوصلوا بالجديد نعسى لما نطلقوا فيديو اخر